لما تيجي النهاردة تلعب سنداون سبع ماتشاط واربعض ومتعرفش تكسبهم سبع ماتشاط واربعض تخسر اربع وتتعادل تلاتة تمام؟ يبقى انت لازم النهاردة تدرس الناس دي تفوقت عليك ليه؟ مش موضوع فوز وبطلاط لكن الواضح ان في فترة الاخيرة الناس دي تفوقت عليك وطبعا لما تيجي بقى انت تشوف الدوري بتاع جنوب افريقيا انا بتفرج على ماتشاط كتير جدا في دوري جنوب افريقيا مفيش فرقة في جنوب افريقيا بتلعبش كرة كلهم بلعبوا بنفس السيستم والستايل واسلوب اللعب اللي حضراتكم شايفين سنداوز بلعبوا بيدا طيب هتيجي النهاردة تاني للعلم لو حد لو في حد يقدر يقولي ايه هي الهيكلة الادارية لقطاع كرة القدم في الاندية المصرية انا هتدي له جايزة مليون جنيه جايزة مليون جنيه محدش يعرف محدش يعرف في الاهلي والزمالك وانا اجيب لكم الاندية كبيرة هوا مين الهيدو في سكاوت مين الرجل الرئيس الكشفين مين الناس بتاعت الفيديو الفيديو اناليسيز والناس بتاعت التحليل الاداء الفيديو اللي موجود في النادي والستايل اللي في النادي مين محدش هيعرف لا في الاهلي ولا في الزمالك محدش هيعرف حاجة مفيش تكلم في أكبر فرقين في مصر تاريخ كبير قوي صح؟ هتروح بقى أنت الناس بتاع الجنوب أفريقيا مين التكنيكال داريكتور والمدير الرياضي بتاع النادي الزمالك والنادي الأهل قول الزمالك يعني كان بيمر في مرحلة مختلفة كان الأهل مستقر مين التكنيكال داريكتور؟ مش المفروض رئيس النادي يقاري يبقى المسؤول الأول والأخير عن القارات الفنية حتى لو كان لعب كرة قدم عظيم رئيس النادي مش شغلته أنه هو يبقى التكنيكال داريكتور رئيس النادي شغلته نوايب رئيس النادي لازم يبقى فيه تكنيكال داريكتور لكل الأندية أنا بكلمش على الأهل بس لازم يا جماعة في ملايين بتتصرف تعالوا بقى أوريكوا النهاردة هو أنا رجل من مصر هو صح؟ دخلت على جوجل والشباب دخل على جوجل قلت لهم خشوا شوفوا لي طلعت لكم السيتاب هطلع لكم السيتاب بتاع ساندونس هتلاقي مكتوب فيه هيكلة موجودة اللي اقطع كرت القدم الراجل ابن متسبي ده الراجل الرئيس النادي تمام؟ هتلاقوا فين يا جماعة اللي هيكلة شباب تمام؟ بص اهو هتلاقوا اهو مكتوب مجهود على طول على الويب سيت بتاع النادي محللين الأداء واحد اسمه فالوديا رئيس قسم المحللين في ساندونس هتلاقيهم بقى السكاوتنج تيم ده او محللين الأداء والمكشفين مسؤولين عن حاجات كتير اهو تحليل الأداء ياسم في دول قصدي بتاع الفيديو اناليسز تقام؟ اهو بالأسماء هتلاقوا موجود اهو مايكل لوفتمان ده محلل الأداء الكوار السبت موجود على الويب سيت بتاع النادي فيها هيكلة واضحة تقدر لما يكون فيه اه اه نتائج سلبية او فيه اه اي حاجة تقدر تحاسب الناس على الاقل دول الكشفين الكشفين بتاعهم المسؤولين مين من أفريقيا مين من أمريكا الجنوبية كل ده ده علم علم بيتدرس بقولوكو في الجامعات عندهم اهو تيكنيكال دايريكتور الراجل ده الدنماركي ده فليمنك بيرج ده تعقده معاه في اتنين وعشرين راجل كان ماسك لجنة التطوير الفني في الاتحاد الدنماركي سبع سنين جبولنا صورته اهو السيفي بتاعه راجل ساهم في تطوير كورت القدم في الاتحاد الدنماركي سبع سنين منتخب الدنماركي كان في الماركة الستة واربعين الراجل ده كان يعني يعني الراجل مهم جدا في الخطة بتاعتهم بقوا بالتاسع بقوا بالتاسع مين التكنيكال ديريكتور بتاع النادي الأهلي مين النهاردة التكنيكال ديريكتور بتاع النادي الأهلي اللي بياخد قرارات اللي بيبني فرقة اللي بيشتغل مع المدرب يعرف احتياجاته ويقوله الابشن رقم واحد واثنين وثلاثة كذا ده كذا ده أفضل تسويقيا ده كذا فين 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 الستوب ده مش موجود يا جماعة واحنا الناس اللي ان ده بتاعتنا بتصرف ملايين الملايين 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 وبعين في الاخر انت بتطلع اخر السنة تقولك انا الميزانية بتاعتي بلاس كذا حلو لكن فين الناس الستوب بتاعك طبعا انا متأكد ممكن تتفرغوا على برامج تانية النهاردة اليوم بيتكلموا في كلام تاني واسباب مش هي الأسباب الرئيسية هتلاقي ناس بتتكلم على الحكم هتلاقي ناس بتتكلم ان علي معلول قضاء ضرب جزاء هتلاقي ناس بتشيل ناس هتلاقي حاجات بتاع انا راجل ماليش في الكلام ده انا راجل لما بيكون في حاجة كويسة اقول الناس دي كويسة في كذا وكذا وكذا النهاردة فيه فرقة بتخرج بالشكل ده في وسط خمسين الف في استاد القاهرة فرقة بتعادل معك صفر صفر وبتعمل عليك المطش ده بالغيابات اللي عندهم ما كانوش هم كمان احسن حاجة يعني بس فيه لعيبة بتطلع بالكرة صح لعيبة متأسسة صح لعيبة تحت ضغط بتقفع الكرة ولا همامها مين ضغط عليها وبتطلع على الكرة من رجله وبيتحرك لعيبة صغيرة في السن لعيبة تحس ان هم عندهم خبرات كبيرة جدا في التعامل مع الموقف اللعبة في استاد القاهرة في وسط خمسين ستين الف مش سهل مش سهل فالنهار ده اتمنى ان يبقى فيه مراجعات واتمنى ان الكلام بتاعي ما يتخدش النميد وبيهاجم ادارة الاهلي نهائي انا بقول لكم ايه اللي بيحصل في العالم وبقول لكم انا عايز الصالح للاندية لان احنا عمرنا يا جماعة ما هنتقدم في الكرة الا ما يكون الاهلي والزمالك بالذات عندهم ادارة كرة مبنية على اساس علمي زي من العالم كله شغال الاهلي والزمالك اللي عاملوا كده الاندية التانية كلها تعمل كده هيبقى عندك دوري فيه ناس شغالة في الاندستري او في صناعة كرة القدم في الفوتبول اندستري او صناعة كرة القدم شغالين اه 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 صح بيجيبوا العيبة اجانب صح بي 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 انت ممكن تغلط مفيش نادي في العالم مغلطش في العيب بيتعقد معي بس ما تبقاش الاقطاء كده انت النهاردة بتتعقد مع راس حربة عنده 35 سنة انا لا قلوم مودست عنده 35 سنة ومش جاهز بدنيا معاملش فترة اداد بشكل مثالي ما كانش بيشارك كتير حاجات كتيرة انت راجل في التوقيت ده عايز او صحربة يجي يجيب لك اجوان عطول يخش في السيستم بتاعك وهو اللي يعليك لفوق ده ما حصلش لازم يحصل مراجعة للكلام ده